طاقات شبابية مهملة أنتجتها تزاحم الأزمات وتراكمها والتي تعود لأسالب خطئة في إدارة البلاد من بعض ساسة مارسوا الفساد وأنهكوا العراق بسياستهم أكثر من 2500 مهندس بمختلف اختصاصتهم خصصت لهم درجات وظيفية في الأعوام السابقة لكنها وهبت لغيرهم هذه تظاهرات اختصاص المهندسين العراق التي انطلقت 125 ثمانية هذه الأعداد الضخمة التي رأيوها أكثريتها كانت مواعديهم من 5000 درجة وظيفية بزمن الحكومة السابقة طبعاً أخذ حقنا أكثريتها شهادات شهادت مفوضة خصصاً للمهندسين أخذتها الأبريكتائية ومتوسطة المعندة شهادة كلها أخذوها 3-4 درجات طبعاً من الواسطات المهندس تعرض للتهميش من سنة 2003 لحد هذا يومنا اليوم احنا خرجنا نتيجة الظلم الذي وقع علينا نبحث عن حقوقنا وحقنا المشروع في التعيين ناشد السيد مصطفى الكاظمي بإعطاء الحق اللازم للمهندس العراقي لو تمت الاستعانة بالمهندس العراقي المحلي لكان العراق قوياً معمارياً وسياحياً واقتصادياً بل في كل شيء الإخلاص هو أساس ازدهار البلدان المتقدمة فكيف ذلك وأغلب المشاريع تخطط وتنفذ بأياد هندسية أجنبية مثل ما تعرفون أنه العراق خالي من أي البناء التحتية مات لكل ضعيفة مشاريع لم يكن أو أكثر الشركات الموجودة في العراق هي العمال الأجانب أو المهندسين الأجانب زي لماذا المهندس الأجنب هنا؟ لو تفتت الحكومة للمهندس المعماري أو المدني بكافة اختصاصاته للهندسة لو تطور البلد صحياً سياحياً البناء التحتية كلها كانت تطورت هاي الآلاف المؤلفة بالسوارع والبلد قاعد يرجع لورا لا أستعد أن تشوفكم مشروع جديد بالعراق أمام بوابات مجلس الوزراء والمنطقة الخضراء اعتصم مهندس العراق كافة يطلبون عمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن ينصفهم أساسة وما خلفوه من تراكمات الأزمات التي ولدت بسبب إداراتهم الخاطئة أنتجت طاقات شبابية تقف هنا وهناك مطالبة بإنصافها المهندسون الذين بإهمالهم يعاني العراق وتعاني بناه التحتية من بغداد محمد فراس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر